مرة أخرى نصحبكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم حياكم الله مشاهدين الكرام نذهب معا الآن إلى عنوين هذا العدد من تواصل دوت كوم في العنوان الأول سنتوقف عند الدعاية الانتخابية وتصريحات ووعود مسؤولين وتناقضاتهم مع تصريحاتهم في العنوان الثاني ميليشيات يزيدية تابعة لميليشيا الحشد تؤدم أفراد 52 عائلة في سنجار أما العنوان الثالث يأخذنا إلى منطقة الكرادة وهناك إحراق من جديد لسيارة أحد المواطنين ثم العنوان الرابع والأخير نأخذكم فيه إلى مستشفى في الديوانية حيث يستقبل المستشفى أكثر من ألفين مصاب بالسرطان بشكل سنوي ترى ما الذي يحدث في دائرة بلدية مركز الرصافة؟ ما سمي نفق التحرير هناك؟ افتتح ثم أغلق لماذا حدث ذلك باعتقادكم؟ وهل الأمر مجرد دعاية انتخابية؟ أم أن أمانة بغداد معنية بافتتاحه فعلا؟ وهناك من يتجنى عليها بوصف الأمر مجرد دعاية ما رأيكم أن نجعلكم أيها المواطنون حكما في المسألة؟ هيا بنا نستمع إلى شهادات بعض المواطنين رأيته مغلق فقط لافتة كبيرة أمانة بغداد تقوم بتأهيل نفق الباب الشرقي ورأيته قضعتين اشتايقر مكسرة أين هو التنميم؟ أين هو التنميم؟ يعني ما على الأسف فقط كلها دعاية وأخبار كاذبة ولا شغل ولا عمل فقط صرف أموال وبدون فاعدة نفق باب الشرجي فرحف بها غصة هذا النفق كان من أجمل الأماكن يعني يرتادوها العوالي العراقية وحتى العراقيين هو انفتح وانسيد انفتح وانسيد وبالتالي أنا من الناس ما أدخل لهذا النفق طبعا المواطنون هم الذين قالوا انه إضاعة وتبديد الأموال بغير وجه حق وبدون أي فائدة تعود عليهم المواطنون من قالوا وليس نحن في بلد الوعود يضيع كل مجهود والمواطن حسبه الله في مسؤولين يتلاعبون بواقعي وحياة الملايين إلى أحد المتلاعبين أقصد السياسيين كيف ينظر أو كيف كان ينظر المالكي إلى الميليشيا وكيف أصبح ينظر إليها نذهب لمتابعة المالكي ولاحظ الفروق فيما يقول من حديث ترجمة نانسي قنقر هذه الفصائل معروفة بدر والعصائب وكتائب وجند الإمام هذه الفصائل ترتكب المبقات المقطع الثاني هذه فكرتي أو فكرتي استيعاذ هذه الفصائل ومن المالكي نذهب الآن إلى النائب السابق محمد الهنداوي الذي ينوي تشريع مزيد من القوانين التي تنهب المزيد من المال العام وذلك للدعاية الانتخابية تابع وعد الهنداوي الآن شيخنا كلمة خاصة لأبطال الانتفاضة الشعبانية أنا ما أقول إلا أنه له وعده وإن شاء الله وعده صادف مني أن أشرح له القانون الدورة القادمة على أغرار قانون الدورة القانون مثل هؤلاء هم من يشرع وجود الميليشيات والقتل والفوضى في العراق على امتداد خريطة الوطن ومثال ذلك ما قامت به ميليشيا يزيدية تابعة لميليشيا الحشد معلومات جديدة بشأن حادثة إعدام أفراد ما يزيد عن خمسين عائلة في سنجار ولكن كيف أعدموهم؟ أعدموهم حرقا بالنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى متى يستمر مسلسل انتهاكات الميليشيات لحقوق العراقيين؟ كما كتب في نهاية هذا المقطع المصور هؤلاء هم الذين يريدون أن ينشروا العدالة في العراق بين مختلف مكوناته هؤلاء هم الذين يتمظهرون بتسويق أحاديثهم عن المعايشة والتعاون مع الآخر وعدم إقصاء أو استئصال أي جهة ابتكروا طريقة جديدة للتعايش تلك التي رأيتم بأم أعينكم ومن إحراق البشر ننتقل الآن إلى إحراق ممتلكات البشر من جديد أحدهم يحرق سيارة لأحد المواطنين على ما يبدو أن هذه الظاهرة آخذة بالانتشار وسط غياب ربما يكون متعمدا للقوات الحكومية التي لا نعلم إذا كانت تعرف بمثل هذه الحوادث أنها تقع أو ربما لا تعلم إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نتابع الآن شوف ليها شو بغضي بنتي بصدق من هنا سيارة أكسنت هاي تجين أكسنت هاي بيضا بوع سيارة ربراح تغيش بلاب السبتان بلاب السبتان بوع شخص مسعى الجامع حتى هو احترق ترى بنتا للأسف مضطرون أن ننتقل بكم من حريق هذه السيارة في الكرادة إلى حريق زهرة الطفولة مستشفى البصرة يستقبل سنويا أكثر من ألفي حالة مصابة بالسرطان وجلهم من الأطفال المستشفى بحاجة طبعا إلى الكثير من الإمكانيات في ظل تواصل الإهمال الحكومي وتقليص ميزانية المستشفى وتأخر وصول أجهزة مهمة وضرورية وتشاغل المسؤولين في العراق الحالي عن صرخات وعذابات الأطفال وذويهم تشاغل المسؤولين في العراق الحالي تشاغل المسؤولين في العراق الحالي وحالة خاصة حالة خاصة هي وجود الشركات النفطية والغازات والأبخر المتصاعدة في المواقع العمل القريبة من المناطق السكنية هذه قد تؤدي لزيادة الأمراض السرطانية في المحافظة ولكن بشكل طفيف تشاغل المسؤولين في العراق الحالي نحن من دخل للمستشفى نحن نعرف هناك أكو أسباب الأسباب هي تلوث البيئة الجو من القصف الأمريكي مقارنة بسنة 1992 الزيادة مستمر طبعاً بدأت من 1995 إلى حد الآن الزيادة مستمر ومعدل تقريباً من 12 إلى 16 حالة جيدة شهرياً موسيقى ضعيف ضعيف دعم موجود بس ضعيف ما أقول لك إحنا ننكر نقول لا ماكو دعم دعم موجود وهناك ناس لا ننساهم متبرعين من خارج المستشفى جزاهم الله خير الجزاء موسيقى 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 خلال هاي الفترة والله ذي شو الفترة لا أشتري من بره موسيقى 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 بفضل الخيرين بفضل المتبرعين منظمات المجتمع المدني أهل البصرة الكرام التي تبرعوننا بشكل كبير خلال الفترات السابقة موسيقى موسيقى نتمنى بحق يوما أن ننقل إنجازا حقيقيا يشعر به المواطنون حتى نتفاعل معه ونعرضه عليكم فالمواطن هو الميزان بالنسبة إلينا المواطنون اشتكوا من تواصل تغلغ للفساد الحكومي في قطاع الصحة وإكمالا لما رأيتم من مصائب وكوارث يعنيها قطاع الصحة في مستشفى البصرة نكمل إلى مستشفى آخر حيث الدونية ودليل ذلك الصور التي سنعرضها عليكم امتباعا الآن ودققوا جيدا في محتوى الصور الآتية لنشاهدها معا طبعا الصور التي تشاهدونها الآن تظهر كم يعني عدم النظافة في هذا المستشفى وعدم الاهتمام للنظافة فيها بطريقة لا تدعو مجالا للشك بالتقصير تعالوا نروا أو نرى معا الآن كيف تفاعل المعلقون في فيسبوك مع هذه القضية نذهب الآن إلى التعليق الأول الذي كتب بهذا الموضوع كتبه محمد البياتي كتب قرية عيني جعدولة وقرية عيني رئاسة الصحة شكبر اسمها وقرية عيني العضو اللي بالمجلس مالي الحرامية الخاص بالصحة محمد البياتي يشير هنا على ما يبدو إلى عضو يمثل جهة معينة في البرلمان ويقول إنه ربما من يقف وراء هذا الواقع المزري في المستشفى إضافة إلى إشارة واضحة إلى أمينة بغداد عديلة علوش ذكرها هنا بشكل فيه نوعا أو فيه نوع من التصريح ننتقل الآن إلى أمير ماذا كتب أمير كتب ردهات تعذيب هاي موما النساء أمير هنا يقول باختصار إن هذه ليست مستشفى وإنما مكان لتعذيب المرضى إلى تعليق آخر نشهد الآن تعليق آخر من هدى هدى كتبت والله المريض يدخل المستشفى يموت من الوسخ والجراثيم هدى أيضا تؤكد على قول الناشط العراقي السابق وتقول إن هذه ليست مستشفى وإنما هي بيئة موبوءة كلها أمراض وجراثيم لا تنفع المرضى بقدر ما تضرهم المكان الذي كان ينبغي أن يقدم العلاج للمرضى ربما يعود عليهم بمزيد من الضرار فوق أمراضهم إلى تعليق آخر الآن كتب أبو رماس صار خمسة أيام داخل ويابويا بالطابق الخامس والله حتى صراصر موجودة بالردها أبو رماس أيضا يؤكد على قول سابقيه ويقول إن هذه ليست بيئة صالحة لعلاج المواطن العراقي لعلاج الأطفال لعلاج كبار السن وإنما هي بيئة تنشط بها الحشرات بعيدا عن المحاسبة ولا المراقبة بعيدا عن المتابعة بعيدا عن أضعف الإيمان وهو النظافة المكانية لهذا المستشفى الذي من المفترض أنه يقدم خدمات علاجية لمئات المرضى إلى تعليق أو منشور ربما كان أخيرا معنا في هذا الموضوع وكتبه عمر يقول صدق شذب هذا مو طوارئ هذا مزبلة سرداب ما الموتى أنظف منا عمر هنا أيضا يؤكد المؤكد للمرة المليون ويقول إن مستشفى الديوانية الذي رأيتموه هذا ليس مستشفى وإنما هو بيئة مريضة يعني ربما تضر المواطنين والمرضى أكثر مما تفيدهم للأسف هذا واقع البيئة الصحية في العراق واسألوا من نصب أنفسهم مسؤولين في وزارة صحة في أمانة بغداد وغيرها من المناصب التي سميت على الشعب مناصب دون أي إنجاز يذكر بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى تويتر أتكلم كعراقي هاشتاغ نشط في العراق اليوم الماضي وفيه عبر الشباب عن مواقفهم تجه قضايا مختلفة من بينها موازنة 2018 تعالوا بنا نقرأ عليكم بعض التغريدات التي كتبت وذيلت بهذا الوسم الإلكتروني كتب أستاذ هاشم الموازنة للعام 2018 لا تحتوي أي تعيينات للعام المقبل شدوا راسكم يا جرعان طبعا التعيينات شغالة لغير المقاريد أما المقاريد هم فقط مشمولين بعدم التعيين أستاذ هاشم هنا يشير للفقراء في العراق ويقول إنهم لا يبحث عنهم أحد لا يهتموا لأمرهم أحد إذا ما عين أحد في العراق فإنما يعين أبناء المسؤولين والمقربين منهم لا أكثر من ذلك ولا أقل إلى تغريدة أخرى في هذا الموضوع كتبت هالة الموصلية العراق بلد مختلف الأديان والقوميات فلهذا من المنطق أن تختلف آراءهم السياسية والدينية لكن ما نراه أن الجيوش الإلكترونية التابعة للولي السفيه خامنئي تشن حملات ضد حسابات المدنيين العراقيين الذين يخالفون رأي سفيه خامنئي كما قالت هالة بين هلالين في تغريدتها طبعا هالة هنا تؤكد من جديد أن هناك حقوق ضائعة للعراقيين هناك من يستبد برأيه ويفرض نفسه على العراقيين يسرق قوتهم وحقوقهم حتى يظل رازحا على قلوبهم لا أعلم إذا كان الآن تبقى معنا تغريدة في هذا الموضوع على ما يبدو انتهت التغريدات سنذهب الآن إلى تغريدة أخرى إذا تبقت معنا تغريدة تغريدة لعادل الراوي عادل يقول طيب القلب كريم شهم أبو نخوة أبو الغيرة نحب بعضنا خلونا هيتش يا أهل السياسة إلعبوا بينكم وعفونا كافي عاد عادل الراوي يقول استاسة يكفيكم اترقونا ومصيرنا لا تتلاعبوا بمصيرنا لا تسرقوا قوت يومنا لا تستغلوا شبابنا كفاكم سرقة كفاكم نهبا كفاكم مقامرة بمصير ملايين العراقيين بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة ترجمة نانسي قنقر كيف كانت أحوال الفلسطينيين في العراق قبل الاحتلال الأمريكي وكيف أصبحت اليوم دعونا نعرف معاني الآن ترجمة نانسي قنقر 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 ما أهمية التعداد السكاني في حياة المجتمعات وشعوب؟ المقطع التالي كفيل بتوضيح الإجابة لكم ولي أيضا نتابع معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعدما أعرفنا أهمية التعداد السكاني وحساب أعداد أبناء مختلف الشعوب العربية كما أظهر المقطع الذي تابعتمه قبل قليل ننتقل أيكم الآن إلى مبادرة غذائية حدثت في دولة ما هدفها إطعام الفقراء والمحتاجين تعالوا نشاهد ونشهد ما فعلوا من أجل الإنسان سوف نحن ن Linda نحن 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 نزل خلال من المبادرة والمحزن أنهم أمعنا أن نستخدم المزال من المبادرة ونركنهم نحن في دعوات عندهم ونحن نحن في لمجهة عميبات مواصلة ونحن نحن في أزرز إجراءة وتدعاء م banquetي ومع صفحة سياحة مطلوبة من المعارضة بمعارضة من المجموعة والاستغرار ومع صفحة مطلوبة لكن كما نأخذ الجميع وإعطاء الناس مناقبة وإعطاءهم مناقبة يستطيع المناقبة هذه الأشياء ستستمرد بهذه اللمحات الإيجابية نحن كون مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في هذا العدد من برنامجكم تواصل دوت كوم لاحقا ألتقيكم وعدد جديد إلى اللقاء